أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأن الذين في قلوبهم زيروا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الليعات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدع بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقة فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثلهم يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُوا وَاسْطَبِرُوا الْعِبَادَتِي أَلْتَعْلَوْ لَهُ سَمِيعًا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنَا قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شِيئًا فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ نُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهْنَّمَ جِحْسِيًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيهِ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَانْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ آزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَأُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ أَمَا كُنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وَنَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا أُوْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا عَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَيُسْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يَا عِبَاديَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرُضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَفَعْبُدُونَ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماوات فأحيى بي الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لأدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أعلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيروا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدع بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقات آفية تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لوري الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده حسن المعاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضروف إليه تجارون ثم إذا كشف الطرعاكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفسرون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أتوارى من القوم من سوء ما بشرى به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن واختروا من لاجل مسمى فإذا جاجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد رسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعيقام الصلاة وعيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتاسع نفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها الكبيرة إلا على الخاشرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعرف لا أمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألا قد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطبعا وينشع السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمجه والملائكة بالخيفة ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شهير الرحال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص في الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفوا موافدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا وقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وأنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من الجبال فلا تحسب أن الله أخلف وعديه رسله إن الله عزيز وذو تقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر مع علومات فمن فرط فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله الله وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فغلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال ثم في ضوم حيث وفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ما باءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وما له وما له يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام فكلوا منها وعطيه البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفون ذوهم وليطوفوا بالبيت العتيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وآمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتينا هم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين أولم يكفي أن نعنزل عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولون أجل وسما لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأيهم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال إن سألت من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقبر ليقول إن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وإن وإن سألتهم من نزل من السماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقول الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين أو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن ما جعلنا حرم الآمن ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين والذين جاهدوا فينا لنهدين سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا فوربك لنحشر النوم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيوم شد على الرحمن عتيا ثم لنحن عالم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها عدثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيبا متخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترن أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر فيه المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث الغاشية أوجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أوجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن ما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمْعِلْقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أوزِدْ عَلَيْهُ وَرَدِّلِي الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِي أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَبِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا رسلنا إليكم رسولا إنا رسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما رسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا أستغفر الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله غثى نحوا سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يسرك للأسرا فذكره النفعة الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها لا يحيا قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صحف 이브 صحف إبراه يبدوا من صف إبراه موسى صحيح